على صعيد آخر نفى مكتب رئيس الوزراء عبدالله تقديم الأخير طلب لتأجيل التسويت على مرشحي وزارتي الدفاع والداخلية مصدر في مكتب عبدالمهدي قال إنه لا صحة لما تداولته وسائل الإعلام عن وثيقة تتضمن تقديم عبدالمهدي طلب تأجيل التسويت على مرشحي الداخلية والدفاع بسبب وجود مداولات بشأنهما لم تنتهي بعد كما أكد المصدر عدم صحة ترشيح يعرب العبودي للهيئة الوطنية للاستثمار ونوفى الأبو الشون لهيئة مستشارية رئاسة الوزراء